تعانون من مشكلة التجاعيد وتبحثون عن طرق لعلاج التجاعيد يمكنكم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو التخلص من التجاعيد وكل مشاكل البشرة سواء تجاعيد البشرة كما نعلم فهي تعمل على جعل الإنسان أو الشخص يبدو أكبر من سنه الحقيقي لذلك اليوم إن شاء الله سوف نلتجئ لخلطات أو وصفات بعيدة عن كل ما هو كيميائي مضر وسنقوم بالتركيز دائما على وصفات طبيعية من مطبخكم للتقليل من ظهور التجاعيد وأيضا لاختفائها وبطبيعة الحال بالمداومة على الوصفات إن شاء الله سوف تختفي التجاعيد إذن على بركة الله سوف نمر للتعرف على أول وصفة إذن على بركة الله بالنسبة لأول مكون سنحتاج إليه سنحتاج هنا لكمية من بياض البيض سأضيف هنا تقريبا كمية من بياض البيض لدينا هنا كمية من بياض البيض بياض البيض حبيباتي يعتبر ككولاجين طبيعي لأنه يملأ الخطوط الرفيعة والتجاعيد كذلك بياض البيض يحتوي على البروتين الذي يزيد من مرونة الجل أول شيء سنقوم بخفقة بياض البيض حتى يصبح على شكل رغوة بعد ذلك سأضيف له مكون آخر ممتاز هنا بالنسبة لبياض البيض فهو لوحده إذا قمتم دائما بوضعه على كامل بشرتكم سوف يعمل على شد البشرة أيضا تغذيتها سوف يعمل كذلك على تقليص من حجم المسامات الكبيرة لمن يعاني من مسامات واسعة على البشرة كثاني مكون سأضيفه سأضيف هنا الدقيق الأبيض أو الطحين دقيق المخبوزات والحلويات هو أيضا سوف يساعد في علاج كل التجاعيد والخطوط التي تكون على البشرة كما أنه سوف يغدي لنا البشرة يمد البشرة بالتغذية وأيضا مرطف فعال كذلك مبيض بالنسبة لهذه الوصفة ستعالج لكم كما قلت جل مشاكل البشرة لأنها ستبيض لنا كذلك البشرة ليس فقط إزالة التجاعيد وإنما تبيض البشرة وتفتيح البقع التي تكون غامقة مثل آثار أو ندبات حب الشباب كذلك نخلط جيدا إلى غاية ما نقوم بتدويب وخلط جيدا الدقيق حتى لا تبقى تلك التكتلات وتصبح الخلطة متجانسة بالنسبة لهذه الوصفة تصلح لكل أنواع البشرة وحتى دوات البشرة التي تكون دهنية جدا أنصحكم باستخدام هذه الوصفة لأنها فعالة ووصفة هي ممتازة بالنسبة لدوات البشرة الدهنية ممكن استخدام بدع قطرات من عصير الليمون الحامد هذا بالنسبة فقط لدوات البشرة الدهنية أما دوات البشرة الأخرى أنواع البشرة الأخرى قوموا فقط بوضع واستخدام هذه المكونات يعني بياض البيض مع الدقيق الأبيض بعد أن حصلنا على خليط متجانس سنقوم أولا بغسل البشرة جيدا بماء فاتر وذلك حتى تتفتح المسامات ثم بعدها سنأخذ هذه الوصفة وسنبدأ بتوزيعها دائما بداية من الأسفل بداية من بشرة الرقبة سعودا إلى كامل بشرة الوجه باستثناء منطقة تحت العينين لأن هذه الوصفة ستعمل على شد البشرة بامتياز هذه الوصفة بعدما تقومون بفردها على كامل الرقبة وكذلك الوجه سنتركها تقريبا مدة 20 دقيقة إلى غاية ما تجف عندما تلاحظون أنها جفت وتشربتها البشرة بطبيعة الحال ستقومون بإزالتها وذلك بغسلها بواسطة ماء يكون دافئ ثم بالماء البارد وصفة بالفعل من أقوى الوصفات الممتازة والفعالة وعن تجربة فهي من بين الوصفات التي تمنح نتائج كما سوف أقول لكم ستظهر منذ الأسبوع الأول على المداومة عليها هذه الوصفة أنصحكم بالمداومة عليها بشكل يومي ستعطيكم نتائج رائعة وأيضا سوف تعالج حتى الإسوداد وآطار أو ندبات حب الشباب هذا فيما يخص الخلطة الأولى سنمر الآن إلى التعرف على الخلطة الثانية أو الطريقة الثانية بالنسبة للخلطة الثانية سنحتاج فيها كذلك إلى كمية هنا من بياد البيض سأضيف تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من بياد البيض وكتاني مكون سأضيفه وهو مكون رائع ممتاز وهو العسل الطبيعي من الأفضل أن يكون عسل طبيعي مئة بالمئة سأضيف تقريبا مقدار ملعقة صغيرة ممتلئة من العسل عسل النحل وأحاول أن أقوم بالخلط جيدا إلى غاية ما يندمج هنا بياد البيض مع العسل هنا بالنسبة لبوات البشرة التي تكون جاسة جدا فالعسل سوف يغدي البشرة أيضا يرطبها كذلك هو مضاد للأكسدا وأيضا هو مكون منتاز سوف يعمل على محاربة الجذور الحرة التي تؤدي بشيخوخة البشرة والتي تؤدي بتجعيد البشرة لذلك أنا أفضل دائما العسل كذلك العسل لوحده لو تقومون بوضعه على كامل بشرة الوجه تتركونه تقريبا مدة نصف ساعة فهو سوف يساعد في تغذية بشرتكم بعد أن وضعت هنا العسل وقمت بخلطه مع ضياد البيض سأضيف مكون آخر وهو مكون الشفان أو الخرطال الشفان من بين المكونات الرائعة يحتوي على مادة سابونية يعالج التجعيد يغذي البشرة وأيضا يرطبها لذلك فهو من بين المكونات الرائعة جدا لمن تعاني من التجعيد سأضيف تقريبا هنا مقدار ملعقة ممتلئة من مطحون الشفان أو ما يسمى كذلك بالخرطال تأخذون الخرطال أو الشفان تقومون بطحنه في متحنة كهربائية ثم بعدها قوموا بغربلته حتى تحصلون على خليط يكون رطب وناعم نخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانف العناصر بعد ذلك على بشرة دائما تكون حبيباتي بشرة نظيفة سنأخذ من هذه الخلطة ونبدأ بتوزيعها بداية من بشرة الرقبة لا ننسى بشرة الرقبة لأنها كذلك فهي بشرة رقيقة وتعاني جدا من التجعيد لذلك يجب أن لا ننسى كذلك بشرة الرقبة ثم بالنسبة لهذه الوصفة طبقوها أيضا حتى على منطقة تحت العينين إذا كانت لديكم تجعيد تحت العينين أو حول العينين كذلك فأنصحكم بهذه الوصفة لأنها وصفة مرطبة وكذلك مغدية بالإضافة إلى أن العسل وبيض البيض سوف يساعدان على تبييض وتفتيح البشرة وتفتيح البقعة الغامقة نترك هذه الوصفة تقريبا مدة تقريبا نصف ساعة إلى غاية ما تتشربها البشرة بعدها قوموا بغسلها بماء يكون فاتر ثم بالماء البارد وفي الأخير إذا أردتم خذوا ماء الورد ضروري أن يكون ماء الورد طبيعي 100% تأخذون قطنة تقومون بملئها أو تبليلها بماء الورد ثم مرروها على كامل بشرة الوجه ضروري هنا أن يكون ماء ورد بارد جدا أي من الأحسن وضعه في التلاجة ثم استخدامه فهو سوف يعمل على غلق المسامات وأيضا علاج التجاعد إذن حبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم لإزالة التجاعد والتخلص منها أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو طبعا هنا لا تبخلوا علي بدعمكم بالضغط على زر لايك وأيضا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء